هذا الحبيب يتصرف ببرودة لا يقترب هذا الحبيب يتعامل معك ببرودة ولا يقترب يعني هو بينتكم مسافة لكن هذا الحبيب يشاهدك من بعيد يعني كيحظيك كيشوفك من بعيد ويعني يتجسس عليك ينظر إليك من بعيد أنت حبيبي طاقتك هي كذلك الصمت والصبر والحكمة لا تتكلم أراك عزيزي إن سحبت واحترمت قرار هذا الحبيب الذي ابتعد أرا هنا يعني معاناة كبيرة عزيزي برج العقرب لكن أنت احترمت قرار هذا الحبيب لكن لا يخلكم كونوا يعني بلاتي فهناك كارتات قوية وجميلة بزاف بلاتي أنا دائما أفضل أن أبدأ بالأشياء السلبية ثم أترك الأشياء الإيجابية التي هي كثيرة للآخر وخا أنت احترمت قرار هذا الحبيب وأنا أهنئك لأن بفضل هذا موقفك الإيجابي رغم معاناتك وحبك أنت هذا تصرف حكيم وخا هذا تصرف حكيم عزيزي برج العقرب أنت لا تطارك ولا تلاحق الحبيب على الأقل هذا ما أراه أنا في القراءة أنت لا تطارد ولا تلاحق الحبيب فعندما تلاحق شيء يهرب منك فهو يبتعد أكثر لكن عندما تتركه يرحل فيعود دائما يعني هذه قاعدة سماوية يجب أن تعرفوها لماذا هذا الحبيب ليس معك؟ علاش؟ سأقول لكم بسبب اختلافات هناك اختلافات ربما يعني في السن أو ثقافية وكذلك ربما قد تكون مشاكل مادية عوائق مادية أو عوائق أخرى يعني قيود اجتماعية قد تكون كذلك هذه الوضعية يرفضها المجتمع يعني حشومة وخا هذا يعني هذا السبب ابتعاد الحبيب ماذا هي الشعور الحبيب؟ بالتي غدي نقول لكم الطاقات التي أراها هي طاقات هوائية ترابية ونارية ترابية نعم ترابية جدي ثور وعضراء ماذا قلت ايضا نارية حمل اسد وقوس وكذلك التي هوائية كذلك هوائية ميزان دلو وجوزاء وكذلك مائية لكن المهيمنة هي الترابية والنارية المهيمنة هي نعم نعم الترابية والنارية واخر لكن موجودة كل الطاقة الهوائية والمائية كذلك واخر نواصل هذا الحبيب يشعر الان وهو ليس معك بنقص كبير لان عندما يكون بجانبك يشعر بانه كامل يعني كومبلي واخر تخفيك يكون كل شيء يعني الكمال عندما يكون بجانبك هو الكمال التام واخر هل يحبك هذا الحبيب نعم نعم يحبك بدون شك بدون شك هذا الحبيب يحبك بزف واخر هذا الحبيب يفكر فيك كثيرا هناك ذكريات لا ينسك لا ينسك أبدا لان يفكر فيك وفي أشياء يعني في ما عشه معك واخر يشعر يعني يشعر انه مش يشعر يعني هو يعرف ان ما عشه معك لن يعيشه أبدا لان ما شعر به وهو معك يعني شي حاجة قوية بزف عميقة انتونس واخر قوية بزف عميقة أكثر من عمق البحر وتحشك بزف هذا يشتاق إليك ويشتاق إلى ما عشه معك أنت حبيب رغم حبك ورغم معاناتك تحترم فضاء هذا الحبيب أنا أراك هادئ سبحان الله أراك هادئ وفي سلام وبما أنت واعي بأن هذا الحبيب في الآخر غد يجمعكم القدر هذا ما يعني هذا ما أشعر به يعني اتجاك أنت تعرف أن الحياة ستجمعكما وأنت تعرف أنه يحبك مثل ما تحبه أنت لكن بسبب العوائق التي ذكرتها والمشاكل والاختلافات هذا الحبيب يفكر وخا يفكر هذا الحبيب لا يمكنه نسيانك أبدا 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 لماذا؟ لأنه بلتي أنتما بنتكما أرى أن هناك اختلافات بينكما أنت مختلف عن هذا الحبيب وخا قد تكون كما قلت يعني اختلافات دينية أو ثقافية أنا أرى هنا هذه الوضعية صعبة جدا 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 أنا آسفة يعني أرى الكثير من المعانات هنا يعني هذا الحب صعيب بزر يعني هناك عذاب بسبب الحب لكن هناك حب كبير يجمعكما وخا أنت تحبه وهو يحبه وهو يحبه وهو إنسان ربما محافظ وتقليدي ونواياه حسن هذا الإنسان هذا الحبيب إنسان رجل طيب وخا قلت أن تكلمت عن الطاقة قلت نارية وهوائية ومائية يعني موجودة كلها لكن الأغلبية هي النارية والهوائية وخا أسد حمله قوس ميزان دلو وجوزاء وكذلك الترابية والمائية وخا متوجدة كلها نواصل كنت أنك أنت يعني أنت طاقتك هي الحكمة أنت أنت إنسان حكيم وتحترم فضاء هذا الحبيب ويعني بفضل هذه الحكمة أنت الحبيب سيفتح عيني وخا لأني أرى أن رغم معاناتك يعني سبحان الله أنت تتصرف بطريقة حكيمة وهذا الحبيب سيستمع لقلبه سيقدر قيمتك أكثر أنت واعي أنا أراك يعني مرتاح وفي سلام وخا أراك مرتاح وفي سلام وتنتظر هذا تنتظر يعني أن تحدث الأشياء التي رسمتها أنت في خيالك وأنت وافق بأن الله غدي يجمعكم أخيرا وخا كما قلت يعني هناك اختلافات اختلافات بيناتكم أنت تفكر بطريقة وهو يفكر بطريقة مختلفة وخا بسبب هذه الاختلافات لكن هذا ليس سلبي بالعكس ربما يعني قد تكون هذه يعني نقاط خصام أو نقطة خصام أو تخاف مهم تحدث مشاكل لكن هي في الحقيقة بالذات هذه الاختلافات التي تجعلك أنت عجيب في نظر هذا الحبيب يعني أنت أوريجينال يعني أصيل وهذا الحبيب يحب فيك هذه الأشياء لأنه يراك مختلف يعني أوريجينال يعني ليس هناك أحد مثلك يعني فريد من نوعك أنت صادق أنت إنسان حقيقي يعني بير أوتونتيك وخوة روحاني وحاكيم سبحان الله أنت واضح أنت واضح وهذا الحبيب يحب فيك يعني أنت غريب بالنسبة له يعني غير معتاد على هذا النوع من الناس يعني أنت صاريح بزيب وكذلك واضح وطيب هذا الحبيب كذلك طيب وأنت شفاف يعني قلبك نقي وقلبك صافي ونقي ما أجملك حبيبي ما أجملك أنت إنسان جميل بزيب وبريء كذلك والحبيب يحب فيك هذه الأشياء ولذلك يشتاق إليك لأنه لم يرى إنسان مثلك أبدا أنت يعني شيء جديد وغريب في حياته كما قلت هناك ربما اختلافة ثقافية ودينية ومن بلدان مختلفة لذلك هو يعني يعشق فيك هذا يعني هذا يعني أنت عجيب أنت عجيب وخا يعني كلامك تصرف تصرف ديالك يعني والنظرات ديالك كذلك يعني فيها وحن نوع من البراء وحن نوع من شعلة سماوية هذا الحبيب يراك يعني يراك يرا في عينيك أنت إلهام لهذا الحبيب يرا في عينيك لوحة مرسمة فيها نجوم ونجوم السماء التي تلمع بالليل ولا معانها سحري وعجيب وهو يحب ذلك أنا أرى أن هذا الحبيب صورتك دائما في خيالي حبيبي حبيبتي واخا ماذا ستكون النهاية بفضل يعني هذا هناك جاذبية كذلك أنا أرى أن هنا بزاف ديال نار هناك جاذبية ويعرف أنك أنت كمز يصعب الحصول عليه ويعرف ذلك ويعرف أنه لن يفتح الباب ويخرج في الصباح وغادي يلقاك انتايا عزيزي الله يعرف أنه حتى وإن بحث يعني حتى وإن قلب عليك بالمكبرة يعني بحث عنك بالمكبرة في هذا العالم لن يجد شخص مثلك أبدا أبدا يعني أنت فريد من نوعك أنت من عالم آخر بالنسبة لهذا الحبيب أنت مختلف تماما أنت تشي تخادي فيغو تشي سباسيال إضافة إلى هذه الطاقة التي تهيبها للحبيب أنت تعطي للحبيب واحد الطاقي يعني تجعله سعيد بزاف 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 ويشعر بأشياء عجيبة بزاف لذلك لن ينسك ولا ينسك وأنت في عقله ليلة نهار قل ثانية يكون سعيد جدا عندما يكون بجانبك بزاف هذا يشتق إليك كثيرا كثيرا دعوني نزيد الكارت نعم هناك عوائق هناك أسرار لكن هذا الحبيب لن يدعك ترحل من حياته أبدا 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 أخر لن يدعك ترحل أبدا هذا الحبيب سيتحرك هذا الحبيب سيفعل كل ما بوسعه ليكون بجانبك وقال أرى الفرح أرى الفرح في النهاية وستتحقق العدلة السماوية ستتحقق العدلة السماوية يعني سيجمعكما الحياة ستجمعكما في الأخير لأن هناك حب كبير جدا حب صافي ونقي هناك كذلك قلت ذلك أن هناك أحد الجاذبية قوية بزف نارية مغناطيسية جاذبية هناك قراءة نارية بزف وأرى أن هذا الحبيب بعد التفكير العميق سيتبع قلبه أخا هذه كذلك كرت المغرم أخا هذه كرت الحب الحب الكامل وكذلك القوى لأنه شوفوا لن يدعك ترحل لأنه يحبه وخا رغم العوائق ورغم يعني الإختلافات والمشاكل وهذه الأشياء هذا الحبيب سيفعل كل ما بوسعه سيجتهد كثيرا وخا وسيقوم بما يعني ما يمليه قلبه عليه عليه نعم وحتى أرى ارتباط هذا الحبيب نواياه حسن وهو إنسان محافظ وتقليدي وأرى حتى إن شاء الله أرى حتى نعم أريد أن أرى هل هناك زواج لكن أرى بداية ارتباط وهذه كرت يعني الاتحاد يعني سيجمعكم القدر في الأخير وحتى ارتباط أرى ارتباط لكن لا أرى زواج لكن هذه يعني أنا أقرأ عن ما سيحدث الآن لكن في المستقبل الله أعلم لكنها قراءة جميلة بزاف وخا كانت قراءة جميلة هذا الحبيب يحبك كثيرا وفي الأخير سيجمعكم القدر نرى ما هي الرسائل كل شيء سيكون على ما يرام يعني يجب أن تثق بالله الملائكة السماوية تحميك وتشفيك لكون واثقا وليكون لديك إيمان في القوة الشفائية يعني قوة الحب كيف أجل نشرح لكم يعني الحب الملائكي يعني يشفينا وخا من الأمراض الروحية الملائكة تحبك أكثر مما يمكنك أن تتخيل التغيير الحياة صفر اشتركوا في القناة